في إطار التخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين دخلت اليوم أول مجموعة من الجرحة الفلسطينيين إلى مصر عبر معبر رفح البري وذلك لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية تم استقبال عربات الإسعاف الفلسطينية ونقل المصابين لعربات الإسعاف المصرية عند بوابة المعبر تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم حيث أفاد مراسل التلفزيون المصرية أن أول سيارة إسعاف قادمة من قطاع غزة قد توجهت إلى بئر العبد هذا من المقرر أن يدخل نحو ثمانين مصابا من الإصابات الخطيرة بقطاع غزة في الأثناء أوضحت مصادر أن مصر أقامت أول مستشفى ميداني على مساحة 1300 متر مربع لاستقبال الجرحة الفلسطينيين حال وصولهم إلى مدينة الشيخ زويت ترجمة نانسي قنقر